السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم حسين من قناة عالم الدير ورحمة الاليفة. ان شاء الله ان نرده معكم في الفيديو المنتظر في الفيديو اللي كلكم هتستفدوا منه. بس قبل اي حاجة ما تنسوش الاشتراف القناة وتفعل زر الجرس والضغط على زر اللايك. يلا يا جماعة بقى يعني وصلنا بقى الف مشترك في قرب وقت بقى قبل نهاية السنة. خلاص نهاية السنة معادش عليها الا ايام معدودة. يلا وصلنا الف مشترك. وضغطوا على زر اللايك يلا. يا باشا يا رميل يا عسل انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة هيفكره جدا جدا وهو مختص عن طفرة الريمبو. وعن تجربة يعني تجربة اه يعني انا جربتها اصلا اكثر من كزا مرة كمان. انا عملتها مرة واثنين وتلاتة. والتجربة ده نتح جدا يا جماعة وان شاء الله الفيديو ده هيفكره جدا ومش هيخليكوا كلفه نفسك وتروح تشتره طفرة الريمبو بمبارة بخمسمائة وستمائة وسبعمائة وصعب بتوصل لالف جنيه. لا انت بتنتجها عندك في بيتك بدون اي فلوس. بقى قل الاسعار جزء ابو خمسين جنيه اللي بقى بخمسين جنيه ده وقت بسعر التراب انت بتشتري ده وقت بتقدر تطلع منه الريمبو. فالنهاردة هنتكلم النهاردة عن طفرة الريمبو ازاي تنتج طفرة الريمبو باقل الامكانيات واقل القدراتنا خالص مش محتاجة اي اي يعني علم وراسة تكون انت عارفه مش محتاجة اي حاجة. الموضوع سهل جدا هتماشي على الخطوات اللي انا اقولك عليها دلوقتي هتقدر تنتج طفرة الريمبو. اه خبرا نبدأ في الفيديو يا جماعة عشان ما نتقولش عليكم. تمام? بس يعني ايه? اه برضو زي ما زي ما قلنا لكم في بداية الفيديو يعني عايزين لايكات كده على الفيديو. عايزين نوصل خمسين لايك الفيديو دوت. عايزين عايزين نوصل الف مشتري بقى قبل نهاية السنة. ماشي يا جماعة? يلا عشان نبدأ في الفيديو عشان ما نتقولش عليكم ارطر من كده يعني. تمام? طيب يا جماعة احنا هنقسم الفيديو كده اقصام عشان ما اتطولش عننا وعشان تفهموا الموضوع سهل جدا. اول حاجة يا جماعة هنقسم كسم تصنيفات الرمبو. يعني كسم الحاجات اللي انت هتتحكدها عشان تقدر تطلع عندك الرمبو. تاني كسم يا جماعة. تاني كسم هنتكلم فيه في الفيديو ده. ااا يجاوز الايه? تالي كسم اللي هو الجيل الثالت. ده وقت هتفهموا كل حاجة يا جماعة. ده وقت خلينا في اول كسم. اللي هو التصنيفات او الصفات. آسف الصفات. الصفات بتاعت الريمبو. ده اول كسم هنتكلم في Three. العسم الاول يا جماعة بander شمل اربع صفات الاربع صفات الاول صفة فيهم president and mori the golden face كنتم فى الصور كده احنا همحتارين على صفوره يكون red or golden face على اقل فرد من الفردين على اقل فرد من الجزء اللي الحنت هسح كنتدر منه تف aprendo يكون yellow face او golden face زى ما تشوفين فى الصور اللي قدانكم هو golden face يا جماعة تمام اليولو فس اخاف منه شوية. الفرق ما بين اليولو والجولدن ان الجولدن بيبقى اتقل شوية في اللون عن اليولو. دي اول صفة من الصفات اللي احنا هنحتاجها هم هم اربع تصنيفات يا جماعة. اربع صفات تاني صفة زي ما انتو دايبنين شايفين في الصورة يا جماعة. صفة صافي الجناح او صفة صافي الجناح او زي ما انتو شايفينه كده يا جماعة باللون الصافي خالص في الجناح مفيش اي علامات في الجناح وباللون اللازر احنا محتاجين يا جماعة اه صافي الجناح ده اللي هو يكون عندنا فرد من الفردين يكون صافي الجناح يبقى دي تاني صفة من الصفات اللي محتاجينها عشان نطلع ريمبو واللي هي صفة اه او صفة صافي الجناح اه يا جماعة برضو دوت اللون اللي انتو شايفينه قدامكم دهوقتي احنا مش محتاجينه احنا محتاجين صاف الجناح ازرق مش صاف الجناح اه اخضر احنا مش محتاجين صاف الجناح اخضر فاحنا محتاجين في التركيبة بتاعتنا صاف الجناح ازرق فاحنا دهوقتي هنتجنب صاف الجناح اللي اخضر. وبرضا يا جماعة لو ما درتش انك تجيب وينجع او صاف الجناح لانه قليل شوية في السوق او قليل شوية في انتاجه فانت ممكن تستبدله باللي هو صاف الجناح الاعتيادي او الفول بادي تمام يا جماعة اللي انتم شايفينه في الصورة دوة فول بادي برضو يكون فول بادي ازرق مش فول بادي اغدر تجنب اللون اللي اغدر دايما التركيبة بتاعة الريمبو مش محتاجة اي لون اغدر تمام يا جماعة ده ده في حال لو ما لقيتش الكليير طبعا الكليير احسن بكتير من الفول بادي فانا انصح بالكلير تالت تصنيف معنا يا جماعة في الفيديو بتاع النهاردة تالت تصنيف محتاجين 편안ه علشان يقدرن نيك بتافرت الريمبو هو تصنيف يا دمعة. تصنيف يعني ايه تصنيف زي ما انتم شايفين في الصور اللي قدامكم او في الصور اللي قدامكم ديت. العصور دوت لقلق في علامات عام دي ناح بتاعته احنا مش محتالين العلامات دي احنا محتالين عصور يكون زي دوت بالزبط لو تقدر تريب واحد زي ده على م Brand اللي هي السابعة اللي في نص الظهر عايزين عصور يكون آآ عنده علامة السابعة ديت في نص الظهر آآ ما تكونش علاء خطوط يا دمعة. ده تلت تصطيف معانا طفرة الوبلاين زي ما انتو شايفين الوبلاين سهل تمييزه من خلال ترتيب علامات ظهره بشكل سبعة تابعوا الصورة الاولى الوبلاين يوجد على ظهره سبعة والصورة التانية للعادي زي ما انتو شايفين يا جماعة طفرة الوبلاين اللي فوق الصورة اللي فوق ديت والنورمل اللي تحت ده يا جماعة فاحنا محتاجين طفرة الوبلاين بس باللون اللازرق يا جماعة يبقى احنا معنا تلت حادات يا جماعة التلت حادات هم يا جماعة أول حادة صفات اللي احنا لسه إلينا حالا ثاني حادة يا جماعة صفات ثاني حادة احنا عايزين يقال هي صفات جولدين أو الييرو فيس اللي احنا قلناها في أول فيديو يبقى تد حاجتين ثالة حادة يا جماعة اللي هو صافي الجناش الرياسي اللي هو أو صافي الجناح psychiatrist الدسيدي اللي هو حجم واتنان اخر حاج يا جماعة لان طفرة بتتكون من اربع صفات. طفرة الرنبو بتتكون من اربع صفات. لو الاربع صفات attendées manger مع بعض هيطيلها لك الله يا جماعة. اللي هي اخر حاجة يا جماعة اللون اللازرق. اللون اللازرق زي ما توا фильм في الصورة يا جماعة زي ما توا الخ scale إن احنا محتاجين اللون اللازرق يكون في الجوز عندنا. يعني العصورين عندنا يكونوا لونهم ازرق. ما يعني بليش عصور لونه اصفر. تجوزه مع واحد لون ازرق يطلع على ما فيش كلام ده دماعة. لازم العصورين يكون لون ازرق ادماعة. اه دوقت ادماعة هتورعوا قلم عشان تقدر تفهم مضاص. سهل جدا. وارتب وراي. اول صفة انت محتاجها. صفة. او جولدن فيس او اليلو فيس. ادي اول حاجة. تاني حاجة ادماعة انت محتاجها. اه بالصور ادماعة اللي احنا وراء لكم في الاول. تاني حد انتم محتاجها او صفت الجناح. تمام يا جماعة? لو ما لقيتش صفت الجناح او هتديه صفة احنا محتاجنها. ثالث سفة احنا محتاجنها يا جماعة اللي هي صفت او بلاين. زي متو شايفين علامة السبع يا جماعة. صفت او بلاين. دي fact photographschad احنا محتاجنها. رابح احنا محتاجنها اللون اللازرأ جماعة يكون في الجزء عندنه في الاتنين في العصرين يا جماعة. يبقى اكده احنا جمعنا الاربع صفات. ده معنى اللي هو كل صفاتين عصر من عندنا. كل صفاتين في عصور شهة صفاتين. فلما العصرين درهم هيتتجاوزهم وبعض الاربع صفات هيبقوا في عصور واحد اللي هو عصور الرمبو يا جماعة. احنا فقسمنا الاول يا جماعة. في بداية الفيديو. قسمنا الفيديو لتلتة حجات. اول 거죠. التصنيفات. قولنا التصنيفات. تاني حاجة التجاوز هنجاوز ايه اي زي ما انتو شايفين بالمختصر المفيد بالمختصر المفيدة علشان برضو اللي معرفش يفهم التلام اللي فات دوت مع انو يعني اي حد يفهمه يقدر يفهم اللي انا هقوله دولوقتي اللي ما قدرش يفهم التلام ده بالمختصر المفيدة يا جماعة اللي انتو شايفينه في الصورة دوت هتديبه فرد زي ده جماعة او اقل منه في الغمقان شوية يكون لونه ازرق ويكون وشه جولدن فيس اهم حاجة ويكون وش جولدن فيس مش يلو فيس دا يلو فيس يا جماعة يكون وش جولدن فيس هتديبه واحد زي ده اللي في الصورة دوت يا جماعة وهتديبه برضو يا جماعة هتديبه منه جوز يا جماعة تمام هتديبه منه الضكر وانته يا جماعة اللي انتو شايفينه في الصورة ده يا جماعة فارد القبلال اللي انتو شايفينه في الصور دوة تيكون تديفه منه جوز ويكون الجوز دوت والشاز فار أو جولدن يا جماعة أهم الحدي يكون جولدن تمام تمام يا جماعة وكمان يكون لونه أزرق تمام هديفه جوز منه يا جماعة تانية حدا يا جماعة تعملوها هتديفه جوز من اللي انتو شايفينه في الصورة ده يا جماعة The clear wind the clear wind او صف الجاناح انا عاد في اللي هو لا يلف سوق شويه بس موجود يا جماعة موجود فلو لقيته امست في وهاته لانه فعلا قلقل ويفدك اوي 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 في طف الان بوا جمعة فانته هتجيب جائز مدي جماعة هتجيب برضه جائز ولا تلك وانتائه ويفضل انه يكون جولدن يا جماعة ويتكون اللونهém ازرق مش اختلا تمام هتجيب منه جائز وانتائه يكون جولدن وانتائه93 تمام ايا جماعة هتجب منه جوز تمام ولو ملقتوش نفترض لو انت ملقتوش هتديب جوز من الفول بادي دا كروانتاية وبرضو يفضل انه يكون جولدن خلي العصافير اللي انت هتديبها كلها جولدن اهم حاجة جولدن مش ويت فاش مش ابيض لو ملقتش تلير ويند هتديب الفول بادي اللي انت شايفه في الصورة دوة هتديب منه الجوز برضو يكون لونه ازرق ويكون جولدن يا دمعة الخير تمام كده تمام كده ندخل في النقطة اللي بعدها يا دمعة النقطة اللي بعدها بقى يا دمعة وهي بداية التزاور تطلع طفرة رينبو يبقى احنا قلنا طفرة رينبو فيها 4 صفات انت تخيدها جمعة'm tall 4 صفات كرولي الصفاطن فا أصفور يبقى انت تكيدها عندك 4 صفات عندك الثilair وعندك الالفيس وعندك جولدن فيس وعندك الوبلين وعندك الوان الازرق يبقى انت تخيدها جمعة'm tall 4 الصفات دوة دمعة زا متو شايفين انا قلتلكوا هتدرز من ده وكون هتدرز من ده انتوا جبتوا جوز من الاولاني هتاخدو الضagna اللي في الجوز الاوبلاين هتاخدو الضagna اللي في جوز الوبلاين وهتجاوزو للنتايع اللي انتو جينيه اللي طوطول الانثان الاوبلاين. يا رب يكونوا فاهمين. رب تكونوا فاهمين. انتوا جبتوا في الاول يا جماعة زي ما نقولت لكم. قلت لكم هاتوا جوز اوبلاين وهاتوا جوز اه كلاير. جوزت كل دكرة الانتية من هنا لهنا. والعكس. تمام يا جماعة? احنا عملنا كده. دي النقطة الاولى. طيب يا جماعة هيطلع اي عمل حد في الانتاج? لا يا جماعة. لسة طفرة الرمبو مش هتطلع دلوقتي. مش هتطلع طفرة الرمبو دلوقتي. هيطلع في الانتجر الطيور من تزيل طيور من هنا ل هنا تجل الط вид تجل الطرم التجل الطير الطريقة الريمبو واحداط عاليا القسم الثالث واخر القسم التالث يا جماعة. جسم الجيل التالت. دوقتي انت جوز الجواز لبعض. جوزت عند الجوزين الجوز respuesta اتلعو لك بقى جماعة عليه الشغل كله. الانتاج ده هي تطلع لك تطفره يا جماعة. تمام? دوقتي انت تطلع عندك يا جماعة في الجوز الاول مثلا. مثلا. اه هيطلع لك تطفره التالي. ده طبيعي جدا. هيطلع في الجوزين كده. تمام يا جماعة? هتعمل انت حضرتك بقية معه هتاخد اغمى الالوان من الجوز الاولاني هتاخد اغمى الالوان من فروخ الجوز الاولاني هتجوزها لاغمى الالوان لفروخ الجوز التاني ما تشغلش بماغة هتجوز هم كلهم حاملين صفات هو كده كده العصفير اللي هي الفروخ اللي طلع دي حاملة الاربع صفات فمهما جوزت ده جوزت اوبلاين لأوبلاين هيتطلع لترمبو وجوزت اوبلاين لتلير هيتطلع لترمبو فما تشغلش بالك بالتصنيف هتجوز الفروخ اغمى الالوان من فروخ الجوز الاول لاغمى الالوان لفروخ الجوز التاني تمام يا جماعة اغمى الالوان من فروخ الجوز الاول لاغمى الالوان من فروخ الجوز التاني تمام وهكذا هتجوز الزطور من اغمى الالوان في الجوز الاول من اغمى الالوان في فروخ الجوز الاول لاناس اغمى الالوان في الجوز التاني وذكور اغمى الالوان في الجوز الاول لاناس الجوز التاني وهكذا بيتبدل بحيث انت متجوزت اخوات لبعض انا قلتلكم في الاول هاتف جوزين ليه بحيث ان انت متجوزت جواز لبعض متجوزت اخوات لبعض عشان تيروك كلها تبقى تطلع بصحة صليمة وطلعها كويسة وتقدر تنتر تفرط الريمبو بمستويات عالية ودم صافي ودم صافي يكون دم مش دم مختلط اهم حاجة دم صافي دي لانها بتفرق جدا تمام زي ما قلنا لكم هتدوز اغمق الالوان من فروخ الجوز الاول اللي هم زكور او انس لاغمق الالوان في الجوز التاني وهتزع دمعه وان شاء الله هتصبر عليهم عما ينتدو وبالنسبة 75% يا جماعة في الانتاد هيكون طفرة الريمبو وبمستوى عالي كمان وهتفرح جدا اول ما يتلى عندك الطفرة الريمبو ودي تدامعه طريقة محتومة صحيحة 100% ان شاء الله وهتنفع وهتشكرني يا رب يا جماعة ما تنسوش اللايك المتين بتاعكو ما تنسوش الاشتراك بتاعكو السامين وتوصلنا الالف مشترك كده وتوصلوا الفيديو ده الخمسين لايك كده ولا حدا ولا ميت لايك لو قدرتوا توصلوا ميت لايك والله فوق دماغي تمام يا جماعة وتوصلنا الف مشترك قبل نهاية السانة بقى جماعة عايزين نوصل الالف مشترك يلا اعمل حج من ناكله انزل انزل اشترك في القرناة تمام يا جماعة الفيديو التراضي من شاء الله هنتكلم عن الفرق الفرق ما بين الكلير الفرق ما بين الكلير والفرق ما بين الكلير والفول بادي والجرايوينج هنتكلم ما بين التالت تصنيفات يا جماعة التالت تصنيفات دول هنتكلم الفرق ما بينهم التلاتة لانهم يشبهوا بعض جدا والناس بتتلغبط فيهم وبتفرق عنهم بصعوبة جدا ان شاء الله نخلي الفيديو ترادم عن الكلام دوت وان شاء الله هتبقوش كويسين جدا في الكلام ده ويتقدروا تفرقوا ما بين التفارض كويس جدا وكان الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة ده ملخص الفيديو بتاعنا النهاردة يارب تكونوا استفادتم بالفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوش الاشتراك وضغط على زر اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على خيرة الله دماء سلام